رجل متقلق لعمل إبداعات لا تنتهي محمد النني أثناء المباراة النهاردة المباراة المنتخب الأسباني نادي الجزيرة الإماراتي أعلن عن تعاقده مع العبنى المصري محمد النني في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أرسنال الإنجليزي والحساب الرسمي للنادي الإماراتي نشر عبر موقع X حان الوقت النني جزراوي والنني هيخلص إجراءات انتقاله بعد الأولمبيات مباشرة الإجراءات التمة بس هو خلص بشكل رسمي هو موجود في نادي الجزيرة هقول لك شوية كواليس مهمة جداً هتسمعها لأول مرة في حكاية تعاقد محمد النني مع نادي الجزيرة الإماراتي وأيضاً الأنباء اللي كانت بتقول إن النني قريم من النادي الآلي هحكي لك كل التفاصيل أول تفصيلة مهمة جداً لمحمد النني كان مخلص بشكل مبدأي لاتفاق مع نادي الجزيرة الإماراتي قبل أصلاً ما يسافر وينضم المنتخب مصر للمشاركة في الأولمبيات يعني الموضوع بتاع الجزيرة ده خلصان من كم يوم خلصان كان بس بعض الأمور التعقودية دي بقى مع محامي اللاعب ووكيله وبتخلص بس كده كده إنني كان وافق على عرض الجزيرة الإماراتي قبل حتى ما ينضم المنتخب مصر للمشاركة في الأولمبيات ده واحد طيب تفاصيل عقد إيه؟ محمد النني هينضم لنادي الجزيرة الإماراتي لمدة موسمين مع أوبشن سنة ثالثة يعني إيه؟ يعني هو العقد سنتين العقد موسمين التالثة دي متفقين عليها بس لازم الجزيرة يقول آه أنا عايز محمد النني يكمل معي طيب لو وافق الجزيرة أنه يكمل مع محمد النني في السنة الثالثة تبقى للشروط اللي هتبقى موجودة قريدي في العقد فهو العقد لمدة سنتين مع أوبشن تمديد العقد لسلاث مواسم ده الشكل التعقدي أو عدد السنوات أو المواسم اللي هيكون فيها محمد النني مع الجزيرة الإماراتي طيب إيه حكاية الأهلي بقى؟ بص المعلومة اللي هقول لك دي مؤكدة مليار في المية بس ديك بقى من كل اللي انت سمعته هتسمعه أي حاجة النادي الأهلي لم يتفاوض مع النني رسميا في أي لحظة في أي لحظة لا النني ولا وكيل ولا أي حد ما تكلموش مع محمد النني خالص بس المعلومة أنه الأهلي كان فعليا يفكر في محمد النني حطه ضمن الخيارات طيب إيه اللي عطى للنادي الأهلي أنه يتقدم بعرض رسمي لضم محمد النني التوقع بأن الراتب السنوي لمحمد النني بما أنه جاي من الدول الإنجليزي بما أنه جاي من أرسنل هيبقى كبير فممكن ما نعرفش نتفاوض معي أو ما نوسطش للرقم اللي هو عايزه تأخر النادي الأهلي في التفاوض رسميا مع محمد النني رغم أنه الأهلي كان يفكر في محمد النني أنه يضمه للفريق فوقع في النهاية محمد النني إلى الجزيرة الإماراتي ده الموقف بالنسبة للنادي الأهلي طيب هل في نادي في مصر فكر في محمد النني؟ هل حد يتكلم مع محمد النني؟ محدش يتكلم من مصر خالص مع محمد النني خالص فقط الأهلي هو اللي كان يفكر ولكنه لم يتحدث مع محمد النني دي التفاصيل كاملة فيما يخص انتقال أو تفاصيل التعاقد محمد النني مع نادي الجزيرة الإماراتي والأنباء اللي كانت بتقول أنه الأهلي كان يرغب أو تواصل مع محمد النني لضمه إلى الفريق